مع حلول عام 2030 نحن على موعد مع موجة جديدة من الصراعات العالمية المستقبلية وعلى رأسها صراع عنيف بين العراق وتركيا وذلك ضمن سلسلة صراعات قد نشهدها خلال السنوات المقبلة للسيطرة على المياه العذبة بدلاً عن النفط حيث ذكر موقع Global Village Spice الأمريكي أن مناطق نهري دجلة والفرات تشهد صراعات مائية في السنوات الأخيرة خاصة بعد أن بنى الأتراك سدوداً تتحكم في تدفق المياه إلى العراق وسوريا وإذا استمرت تركيا في الحصول على المزيد من المياه وأدى تقليل تدفق المياه إلى الجفاف بشكل أكبر فقد تصبح البلدان التي تعاني من شح المياه في اتجاه مجرى النهرين حانقة على تركيا وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى نشوب صراع عنيف وتسبب الارتفاع الصاروخي في عدد السكان والنمو الصناعي السريع والتغير الجدري في المناخ العالمي إلى نقص المخزون العالمي من المياه مما قد يؤدي إلى اندلاع صراع بين القوى العالمية الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من الموارد المائية في العالم وإن استهلاك المياه في العالم قد تضاعف ثلاث مرات خلال الخمسين سنة الماضية إذ أفاد البنك الدولي بأن ثمانين دولة تعاني الآن من نقص في المياه ويعيش أكثر من مليارين وثمانمائة مليون شخصاً في مناطق تعاني من نقص حاد في المياه ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد ليشمل أكثر من نصف سكان العالم بحلول العام 2030 ترجمة نانسي قنقر